لبناتك تقلبوا لي على شي وصفة تكون دايز هالكلام بخصوص طبيعة تعالج لك تسبوغات اللي كيكونوا تحت الإبطين وبين الفختين والكوعين والمرافق كذلك ولوكوغ ديالك كامل وكذلك حتى لوجيه ديالك اليوم عندي لكم الحل واحد للمولاتي الوصفة يا لبنات معجزة ربانية في القضاء على جميع المشاكل الموجودة في الوجه وأكيد نتائج رخليتهم لكم في بعض المقاطع ديالفيديو على الجنب غديبان وليكم مصغرين ما شاء الله النتيجة لمنحة تبييد الجسم لمنحة تبييد الكوعين لإبطين يعني بمسحة وحدة بلمسة وحدة كيمشي دك السواد بحل ما عمروا ما كان بهاتجوج ديال مكونات لهم الخل وجونسون بايبي باودر أو بودرة الأطفال اللي هي في نفس الوقت كتبييد الكوع وكتتعطر وكتنسم الجسم يعني كتخلي في رائحة زوينة ومنعشة طول اليوم يعني فتقريباً 48 ساعة وكما جيس وصلت فيكم بهذا الوصفة اللي كتكون من الخل و بودرة الأطفال كم مكونات أساسيين ولا رئيسيين فأنا بيكون لبنات كاملين بيكم تبطوا دابة وتفجرو هاد الفيديو باللايكات باش إن شاء الله نزيد نافونسي ونزيد باش نتشجع ونجيب لكم المزيد من الفيديو هاد زوينين مزيد من الوصفات اللي كيكونوا دائماً في المستوى ففجرو الفيديو باللايكات مرحبا بيكم واشتاركوا في القناة بنسبة الناس اللي ما زالين ما مشتاركينش يشتاركوا شنو كتسنوا كذلك فعلوا زي الجرس خليولينا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات لأسئلة ديلكم وكل ما كيتعلق بكم البنات خليولينا في الكامونتر أي وصفة طبيعية نالت للسحسن ديالي ونالت لإعجاب ديالي وعني جربتها ولقيت عليها نتائج زوينة فكونوا متأكدين أنني غدي نجيب أختجيها معكم كذلك في القناة وبالنسبة لبنات لأول مرة كيكتشفوا معنا لشان فمرحبا وأنف مرحبا رها دائماً كيني الهميزات كنقدم تقريباً واحد جزة ثلاثة ديالي فيديو في اليوم ماكسيموم غير باش تكونوا يعني على يعني ترحيب ويعجبكم الحال كما سنقولو حنا ياه وتكونوا كاترة حبوا بالفيديو فنبغي منكم لبنات حاجة وحدة كما قلنا هي اللي اللايك لفيديو باش يتشبع باللايكات ويزيد يطلع في الصفحة الرئيسية في اليوتيوب وينتاشر ويشوفوا بزاف ديالناس ويستفدوا منه أهم حاجة عندي هو الاستفادة من الفيديو اللي كنقدم لكم وشكرا لكم وكما كان ضربوا تمار على الفيديو وكان خدموا طول اليوم لأنه مسألت تصوير ماشي سهلا وماشي سهلا والتنزيل زائد العناوين الى اخره الناس اللي في الميدان هم اللي غا يعرفون عليش كنهدر ولكن الحمد لله كل شي كي هون منك نقدمو دي فيديو في المستوى كنالوا الاستحسان ديالكم وكنالوا الاعجاب ديالكم والريضة ديالكم كذلك فشكرا لكم ويالله ومعي باش نتعرفوا على مكونات الوصفة وطريقة ديال تحضيروا الاستخدام والاستعمال كما قلنا المكونات الاساسيين اللي بنات هم الخل هاد الخل هادة البنات عندي هو خل مائدة الملون اي ماشي خل البيض ماشي خل تفه هاد الخل هادة بالضبط هتحتاجي معايا كذلك جونسون بايبي باودر او بودرة الاطفال اللي كتنسم لوكو وكتعطي يروي حزوينة وكتبيضو وكترجعو كيحمق وجونسون بايبي باودر ما عارف كيعملوه لوليداتكم صغارين مازالين ديبي باودرة الاطفال وما كتكونش عندهم نهائيا حساسية فما بالوك احنا الكبار يعني هاد لاغوستات غتعملوها باوي ناسكم مغمضين بالنسبة البنات الثالث مكونات في هاد لاغوستات هو الحليب المجفف عندي هنا يلبنات حليب مجفف كامل دسم اي حليب باودر حليب نيدو غبرة ممكن تاخدي اي ماركة ديال الحليب مجفف مهم غريكون باودر هتحتاجي معي كذلك كمية ديال الاروز بودر الاروز ما كيخطانيش الاروز دائما معانا حاضره بقوة لما لهم الفوائد ولما لهم المزايا غير هو حاولو لبنات طحنوهم زيان هنا في الفيدو اللي كان مقدم لكم والاحتة في الوصفات اللي كانستخدم انا اللوكور ديالي صراحة الاروز هادا كيدوزن عدة خطوات تقريبا كان اخدو 1-15-20 دقيقة وانا غير كان اخدمو بوحدو لانو ماشي بسهل باش يكون ناعم بزاف فكيكون هو كوريات ولكن كان عاود ليه الطحن شي خمسات المرات غير باش يكون بودرة ناعمة لانو بودرة ناعمة ديال الاروز ماشي بسهل باش تحصل عليها كذلك البنات غادي تحتاجي معي الى النشاة بالنسبة لهنا البنات عندي نشاة الدورة اه يعني او ما يعرف بالمايزينة ولا زهرة الدورة باودر وكذلك غادي تحتاجي معي وحد الحامضة اللي كتكون مع صورة هانا ديجرة عندي انا يعني عصرت حامضة ها هي وهذا هما المقادير غادي نعودهم فيتفيت عدنا نشاة عدنا الروز عدنا الحليب مجفف وعدنا جونسن عفون بايبي باودر او بودرة الاطفال عدنا الخل وعدنا الحامض وفي المجموع السادي المقادير يلا هم معي باش نتعرفوا الى طريقة الصح دير اليوم كل حماس كل طاقة ايجابية لانو هاد الفيديو اعجبتني وكانت متحمسة لها باش نجي نصورها لكم لانو انفوك نلمس نتيجة بشي وصفة صافي كان جي كانكون فرحانة وسعيدة باش نجي نشاركها معكم يعني تنوضو تجربوها لانو هدا الصيف صيف كان بغيو لكوغ ديانا يبان زوين كيكونوا المناسبات لوجيه ديانا حتى ويبانوا في حد المظهر زوين ميبانوش كلهم برقع ولا كلهم طاشة ولا كلهم عمر بالتسبوغات نبغيو في هدا الصيفية هادي اكيد ندووزو صيفية زوينة ممتعة لجميع يا ربي ولكن في مظهر زوين طبيعي اكيد احسن حاجة هيطل الانسان على الطبيعة دياله ودائما حتى الجمال ديانا نتعلو فيه بالاشياء اللي كينا من خير بلادنا هاد الشي اللي كاين كيما قلنا ندوزو ده بل طريقة التحضير اول حاجة غتتاخدوا معي البنات كمية ديال الاروز باودر وكمية ديال الحليب المجفف او الحليب توا بودر يعني حليب كامل دسم وغادي تحتاجي معي انشاء اما هدا البنات هدا رادي ديال اديال فيه 180 جرام صراحة زوين او هدا الاخور اللي كنت كان ورهه لكم كدير سبعة ديال دراهم وهدا البنات كدير غاستى ديال دراهم ممتعة لتوفر عندك ديري غادي نحتاجي شوية ديال نشاك كما شفتم وغادي نخلطو كل شي وغادي نخلط بهديك الحامضة عاد من بعد نضيف الخل كيما قلنا هاد الوصفة صلحة البشراء ديال الوجه بشرط ما تكونش عندك حساسية من حاجة وحدة اللي هي الخل لانو لا عندك شوية حساسية من الخل يقدر يسبب لك شوية نشوفيه ولكن اكيد بعد ما كنت انتهي من هاد الوصفة ولا من اي وصفة استخدمنا في هالخل فاركدوزي مباشرة للترطيب هاد المسألة البنات دائما نخدوه بعي الاعتبار مو هناك نخلطو هاد المقادر كاملة شوفو الوصفة كتو اللي بايضة كتلج ما شاء الله غا هو تخلطوها بش ما يوقوش في هادوك الكوريات صغار ديال هاد المكوينات و هاد العناسير هادو ما شاء الله على شكل ديال الوصفة قوام هكي حمق ديبا غادي نطبقها مع معكم على اليد ديالي نطبقها بشكل ديال الوصفة تقريبا مدة طويلة خمستاشر دقيقة وعشرين دقيقة اما تغسلوها اما تفرقوها انا صراحة غير كان نغسلها ما كان نفرقهش لانو هذا الصيف صراحة ما كان بغيش نفرقها لانو فاش كتفرقها كتبدي تخرج لك شوية الوسخ انا هاد المسألة هادى فادلا غسيت بالضبط ما كان بغيش لانو اغلبية البنات يعني الصيف مكيمشوش الحمام اغلبية غير دوشت الدار او البنات اللي بغين يبيضوها مثلا العنق او الوجه فاكيد را ما تفرقوهش غير غسلوها فقط ولكن الناس اللي بغين يفرقوها راها كتمشي بجوش دير الطرق يعني بطريقة الفرق وطريقة المسح او الغسل في كل تالحالتين را ناجحة معكم البنات يعني الفرقها هو بحلاكة يعني بحركة دائرية مسألة دينا معروفة من هاد الشكل هادا وكيبدأ شو يديل وصخ يبدأ كتايت حت حت ويخرج ليكم ولكن تتنشوف إلا كانت فاسقة ما غادي هانتوبوا ما يخرج ليكم تحاجي يعني انتبنا تكونوا فهمتوني ومنعوش ليكم ما شاء الله على واحد نسمة فيهاك كتحمق يعني كترجع ليك لوكور ديالك فحلا مشيتي لشي سالون ديال تجميل يعني وهكدا عملتي شي تبريما اللي كيتكون أبا غتيغدو مياد درهم منتطالعة يعني حمام تقليدي كيكون فيها بزفد الماسك فيها سواك في لكر الفاسي في نيل الزرقاء كيعملوا في بزفد الحويجات ولكن احنا غير بأشي اقتصادية بسيطة رخيصة بنا كي kam irgendwie لم يدرم再 dos بيمكن شير خيص yse كل شير خو ربيحة الحمده لله وصفات بنات الشعب وصفات دروت هدية يك bers Ye e ni هت skalo qua الحمده لله. في القناة ديالنا, مرحبه بكم يا البنات وماتنسوناش من laikte laikte ثم باش ان شاء الله نستمروا على المزيد من الفيديوهات زوينا المزيد من الفيديوهات اللي غتكون ان شاء الله ماهيجابية لجميع واشتاركو في القناة مرحبه بي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تفعلوا زي الجرس نطلق معكم في فيديو ترجمة نانسي قنقر